نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن توضيحات تصلت الضوء على التيسيرات الجديدة التي قدمتها الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات وذلك استجابة لملاحظاتهما ووضح التقرير أن القرار ينص على السماح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستخدام الشخصي معفى من الضرائب ورسوم وأشار التقرير إلى أن التعديلات على القرار تنص على إلغاء الشرط الخاص بإداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المحول منه المبلغ فضلا عن إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمة من المصري المقيم في الخارج ترجمة نانسي قنقر